تطمئن الحكومة العراقية العراقيين بأن الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ومختلفة عن سابقتها وقد تكون البوابة لإحداث التغيير الذي عاجز عن تحقيقه السياسيون والشارع العراقي من خلال احتجاجات أكتوبر قبل عامين مفوضية الانتخابات العراقية تشرح طرق منع التلاعب والتزوير وتؤكد الجهات الرسمية بأن الاستعدادات الأمنية اكتملت على أكمل وجه وتحث المرجعيات الدينية على ضرورة المشاركة في الانتخابات إلا أن مراكز بحثية أكدت عدم استلام أكثر من ثلاثة ملايين ناخب عراقي لبطاقاتهم الانتخابية هذه الثلاث ملايين بالتأكيد إن لم تستلم من قبل أصحابها الشرعيين سوف توقف في ظروف الانتخابات وتطلق بعد الانتخابات حتى لا يكون هناك استغلال مثل هكذا مواضيع في ضرب نزاهة وحيادية المفوضية استلام بطاقات الناخبين لا تعني بالضرورة المشاركة في يوم الاقتراع العام كما يؤكد صحفيون ومختصون خصوصا مع اهتزاز ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية والله أنا شخصين ما لحشارك والله أسبابه هواي يعني أقدر اقتصر لك إياها أقول لك يعني مأيس صراحة يعني ما يعني مشون متأكد أن راح يجي واحد راح يقدم هذا البلد وأبداخلي صار إحساسا أن احتمال حص الإثم إذا انتخب الشخص حشا ما أقول بوجهكم فاسد آخرون يرون أن لا مجال للتغيير إلا من خلال صناديق الاقتراع هذا واجب وطني ولازم يبدأ التغيير من صناديق الاقتراع وإذا نحن لا نشارك راح نسمح للناس السيئين أن يوصلون إلى المراكز وما راح يحصل أي عملية تغيير وبحسب مفوضية الانتخابات العراقية فإن 25 مليون عراقيين مؤهن للتصويت من المنتظر مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة في العاشر من الشهر الحالي بعض الجهات السياسية شرعت في تكوين تحالفات سياسية عابرة للطائفية حتى وإن كانت على الورق من خلال إشراك ممثلين عن قوميات ومذاهب مختلفة في العراق وهو مؤشر يراه مختصون على أنه إدراك من تلك القوى السياسية لتغير ملحوظ في ذهنية الناخب العراقي مصطفى القطان قناة غد بغداد ترجمة نانسي قنقر